موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز لأهم الأنباء في هذه الدقاق الإخبارية أهلا بكم قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إن أوامر الإعدام الحوثية ضد أبناء صعدة رئيسة الأولى ولن تكون الأخيرة وأوضح الحميدي في حوار مع الصحوان لتن ميليشيات الحوثية أصدرت أكثر من 400 قرار بالإعدام ضد مدنيين ومصادرة ممتلكاتهم خلال السنوات الماضية وأكد الحميدي أن حجم المخالفات الحوثية التي ارتكبت في حق المدنيين مخيف جدا وقال إن كل التشكيلات الخاضعة لميليشيات الحوثية تحت مسمى القضاء لا يمكن الوثوق بها كونها كتيبة من كتائب المعركة الحوثية بلباس قضائي أكد حقوقيون وصحفيون يمنيون على ضرورة محاسبة قتلة الصحفية لاستقصائي محمد العبسي الذي قتل مسموما في ظروف غامضة في العاصمة المختطفة صنعاء قبل ستة أعوام جاء ذلك في فعالية لإحياء ذكرى الجريمة الآثمة نظمتها مؤسسة قرار للإعلام والتنمية بشراكة مع نقابة الصحفيين اليمنيين وقسم الإعلام بجامعة تعز إحياء للذكرى السادسة لاغتياله تحت شعار محمد العبسي حضور الحقيقة وإفلات القتلة عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمن الإصلاح بمحافظة الحديدة عقدت الجماعا لها تحت شعار عام التحدي والإنجاز وقال رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح الشيخ يحيى منصر إن العقادة هيئة الشورى المحلية يأتي في ظل اتزام الإصلاح بالديمقراطية وبرنامجه السياسي الوطني وأكد منصر على أهمية أن يطلع الإصلاح بدوره في مناقشة مسار أدائه التنظيمي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وقيم الحرية وشددت هيئة الشورى الإصلاح على ضرورة أن يطلع الجميع بدورهم في الحكومة الشرعية وقوات الجيش والقوات المشتركة في الاستجابة لمطالب أبناء اتهامة وتطلعاتهم في تحرير محافظتهم من ميليشيا الحوث الأرهابية التي ترتكب المجازر اليومية وترسل الحمالات العسكرية لنهب الأراضي والمزارع والمنتلكات الخاصة والعامة في حرب ضد الإنسانية قالت مصادر حقوقية في محافظتها بين ميليشيا الحوث اختطفت مئات الأمناء الشرعيين في مختلف مدريات المحافظة تحت ذرائع عديدة تهتف لابتزازهم وإزاختهم من أعمالهم وإحلال عناصر حوثية بدلا عنهم وأوضحت المصادر أن الأمناء الذين تم اختطافهم سبق وأن تعرضوا لاختطافات سابقة وانتهاكات عدة خلال العوام الماضية وتم إحلال العديد من العناصر الحوثية كأومناء غير أن الميليشيات لم تتمكن من إحلال جميع عناصرها لتعود بحملة مماثلة لتحقيق أهداف سابقة صارت مكشوفة لدى أبناء المحافظة أكدت مصادر محلية في مديرية حوثة التابعة لمحافظة عمران مقتل وإصابة أربعة أشخاص يوم أمس بسبب خلافات بينية على قطعة أرض وأوضحت المصادر مقتل المواطنين صالح حسين القص ومحمد هادي القص وإصابة شخصين آخرين جراء خلافات على قطعة أرض شيع يوم أمس في مدينة مارب جثمان الفقيد البطل العقيد مسعد عباد الخبزي قائد كتيبة الرئاسة باللواء 177 والذي وفاه الأجل وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد ميليشيات إيران الحوثية الإرهابية واجرت مراسم التشيع للفقيد الخبزي بحضور وكيل محافظة البيضاء الشيخ سينان مقبل جرعون ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول وعدد من قيادة اللواء 177 وزملاء ورفقاء السلاح للفقيد وجمع غفير من أهله ومحبيه انتزع مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان أكثر من ألف لغم خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2022 كانت ميليشيات الحوثيقة زرعتها في عدد من محافظات الجمهورية وأوضح المركز في بيان أن الألغام المزروعة شملت 26 لغما مضادا للأفراد و161 لغما مضادا للدبابات و827 ذخيرة غير متفجرة و14 عبوة ناسفة بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل إبراهيم تعزيز وجوه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية السكانية وثمن وزير الصحة دعم المملكة لليمن في مختلف المجالات واستعرض التحديات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية جراء الانقلاب الحوثي على الدولة وانعكاسات التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية على مستقبل بنية المجتمع اليمني وتكويلاته الاجتماعية إضافة إلى آثارها على المنطقة بشكل عام دعت حلقة نقاش أقيمت يوم أمس في مارب على هامش معرض الثاني للكتاب إلى بلورة مشروع عربي متكامل لحماية الأمن القومي العربي من الأطماع والمخاطر التي يمر بها جراء تدخلات الإيرانية وأنشطة ميليشياتها الإرهابية في المنطقة العربية وأشارت الحلقة التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بعنوان الأمن العربي في ظل المتغيرات الدولية إلى أن بلاغ الرياض الصادر عن القمة العربية الصينية التي عقدت في المنطقة العربية السعودية كشف عن ملامح تشكيل مشروع أمني عربي مشترك بقيادة سعودية مصرية لمواجهة التحديات والتهديدات للأمن العربي وأمن البحر الأحمر في ظل الصراع الدولي والدور الإيراني التوسعي لالتهام الدول العربية قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنها ساعدت ثلاثة آلاف وسبعمائة مهاجر إثيوبي في اليمن للعودة طوعا إلى ديارهم منذ بداية العام الجاري الفين واثنين وعشرين وأوضحت منظمة الهجرة أن رحلات برنامج العودة الطوعي تمثل شريان حياة حاسم للمهاجرين في اليمن الذين يرغبون في موادرة الوضع الخطير والعودة إلى بلدانهم الأصلية وكانت المنظمة أعلنت في وقت سابق وصول أكثر من سبعة وستين ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الجاري أقامت مؤسسة معكم التنموية الحفل الختامي لبرنامج مهنة بيدي في نسختها السادسة في مركز الجند للتدريب والتاهيل بمناسبة تخرج خمسة عشر متدرباً في مجال التمديدات الكهربائية والطاقة الشمسية رافقت تدريب تطبيقات ميدانية تطوعية لاكتساب الخبرات من واقع السوق كما شمل البرنامج دورات في ريادة الأعمال لإكساب المتدربين مهارات دراسية للأسواق وتجهيز الدراسات والتكاليف المالية للمشاريع بالإضافة إلى دورة في السلامة المهلية أنجز أهالي قرية الضيا في مدرية سامع جنوبي تعز ستة مبادرات مجتمعية تطوعية خلال الثلاثة الأشهر الماضية هذه المبادرات المجتمعية شملت إصلاح خمس طرقات فرعية وعرة في عدد من مداخل القرية وبركة خاصة بسقي كما أنجز الأهالي بناء بركة للسقي والفائدة المجتمعية في قاع الوادي وبدأ المزارعون يستفيدون منها وجه محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر الجهة المختصة بوضع آلية لتنظيم الاستياد واتخاذ إجراءة حازمة ورادع ضد المخالفين والعابثين بالثروة السمكية يذلك خلال لقائه بممثلين عن الصيادين بالمحافظة لمناقشة شكاوى وهموم الصيادين بشأن ظاهرة الجرف العشوائي والأضرار التي تتعرض لها الثروة السمكية وانعكاساتها على واقع وحياة الصيادين المعيشية وأكد المحافظة بن ياسر على ضرورة مكافحة الجرف العشوائي وتتبع المخالفين لقانون الاصياد وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أقامت اللجنة الوطنية للمرأة اليوم الاثنين ورشة عمل خاصة لعرض مسودة الخطة الاستراتيجية الخمسية للجنة في العاصمة الموقعة تعدل وقالت مدير إدارة التنمية في اللجنة الوطنية للمرأة أنسام حيدرة أن هذه المسودة الأولى ستنفذ خلال المرحلة من 2023 وحتى 2027 وهي ناتجة عن مقترحات وأفكار قدمت خلال ورشات تشاركية سابقة وطرحت من قبل جميع الشركاء المحليين والدوليين وأضافت أن هذا المشروع يأتي ضمن عدد من الأنشطة التي تنفذها اللجنة بما فيها التمكين السياسي وتدريب النساء الحزبيات وإعداد قاعدة بيانات للنساء بهدف الرفع بها إلى مركز صناعة أو صناعة القرار لتمكين المرأة سياسيا نهاية الموجز في هذه الدقاق الإخبارية إلى اللقاء اشتركوا في القناة